اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وسلامة يا صباح الفل والسعادة والهنة والسرور عليكم يا رب العالمين أو يا مساء السعادة والياسمين عليكم يا رب العالمين على حسب التوقيت اللي بتشوفوني منه تبوا لي بقى بتشوفوني من أي بلد والتوقيت عندكم إيه؟ ولو أول مرة تشوفيني بقى استكل أنا عولة بدوي ودي كونيتي على اليوتيوب بالعربي مطبخ على بدوي أو بالإنجليش على بدوي يسعيدني في كل حلالة أني تشتركي في القناة بسرعة وتفعلي زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد وتنضمي كده لعلتنا الصغيرة وتكبر بيك إن شاء الله ده بقى كده مقطفات من الفيديو بتاعنا النهاردة بقى هنعمل كده فريزات لرمضان حابة كده إيه فكهة على آآ شوية بقى مخلي الليفت كده حلوين آآ عصير برتقون وكمان هنفرز الخضرة بتاعتنا نطلحها كده من الفريزر على التغذية على طول تاعت المحشي علشان وقت بقى رمضان نفضيه كده للعبادة والأولاد والبيت وما يبقاش إيه يعني مشغورين بحقك كتير خصتنا الوقت بيكون ضيق يلا بينا بقى إيه نشوف هنعمل إيه نستعين بالله كده ونتشجع مع بعض ولو أنت بقى لسه مع ما تشتفر زاد دي آآ لو أنت وقتك ضيق زي حالتي كده أمي بسرعة عمليها اليومين دولك كده وتشجعي وما تيقسيش يعني وما يخلي عندك كده أمل في الله وعملي كده لو حتى حب على قدك صغيرين كل ما تعملي حاجة هتفرق معيكي حتى في الآيام العادية لو مثلا زودتي حاجة بس في الشهر ده هتلاقيها الشهر اللي جاي بقت إيه كويسة معيكي ممكن منها توفري الحاجة تانية الشهر اللي بعديه فقومي كده تشجعي معي وتخرجي على الفيديو لحد الآخر علشان أكيد هتستفدي منه حاجة زي ما أنا بستفيد منكم برضو من تعليقاتكم الجميلة اعملوا بقى لايك بسرعة على الفيديو وتعليقكم الجميل اللي بشجعني على طول ويلا بينا بقى نشوفها هنعمل ايه أول حاجة أنا بدأت في الفيديو بالخضرة علشان عايزة إن أنا أشيل منها العروق التخينة دي لأن إحنا مش عايزينها هاخب بس إيه العروق الرفيعة خالص النونو دي آآ والورق لكن العرق اللي هو بيكون تخين ده كبير ده لأ أنا مش عايزة خالص فهبدأ بقى أفصصها والورق بقى الأصفر أنا مش عايزة ورق أدبلانة مش عايزة هبدأ مقى نقيهم كده وأخد بس الأخضر والورق زي ما انت شايفين كده وعشان بقى ما طولش عليكم آآ صرعت طبعا آآ الفيديو علشان آآ الوقت ميبقى شطويل عليكم لأن إحنا لو قعدنا بالوقت العادي وبالرتم العادي هنقعد يوم كامل مع بعض طبعا بقى نفسي بصراحة آآ معكم يوم كامل وإنتوا تعودوا معي يوم كامل بس بقى عشان إحنا كلنا مشغولين وعن حياك كتير فسرعت الفيديو زي ما انت شايفين كده كنت خلصت بقى كمية الخضرة عندي كلها آآ وكان فضل بس الشبت آآ هبدأ بقى أن أنا أجيب آآ طبق بتاعي الكبير ده وأخسل الخضرة بتاعتي كويس قوي بحطها الأول في مية وبعدين ببطأ أن أنا أشيل الخضرة من المية بصوا المية يرونها عاملة إزاي؟ طينة على رملة يعني بلاوي سودة ربنا يا عافينا يا رب العالمين ولو عايزين بقى شوية تأكيد بقى ممكن تحطه كمان على المية دي شوية تخلي كياس غيرين آآ عشان إيه يعني نتأكب من التعقيم ومن الحاجة بتاعتنا ندفت تماما آآ أنا بقى إيه شطفتهم يعني مش مرة ولا تنين تلاتة اربع مرات كده كل مرة نفس الطريقة بقى من الطبق مية وعندي مصفة تانية تحتها طبق وببدأ أن أنا أول ما الطبق بداية يتميلي كده أبدأ أن أنا أخسل شوية الخضرة بتاعتي في المية وبعدين أشيل خضرة من المية على المصفة وأعمل الحركة دي كده مرة طبعا عشان ما طولش عليكم أنا وقتك بس كده مرتين وأنا إيه بخسلها بس أنا خسلتها تلاتة اربع مرات كده بنفس الطريقة دي بصوا كل مرة بخسلها بنفس الطريقة دي كده هدي كتلت مرة آآ برضو آآ بملج الطبق مية وأول ما الطبق بتاعي يتميلي ببدأ أن أنا أضغط كده الخضرة بتاعتي في المية وأنا أضفها كويس قوي وبعد كده إيه آآ يعني أنشلها كده من المية أنشلها من المية كده علشان لما أرفحها من المية كده واللي بقى الرواصب والطينة والرملة والحاجات دي تفضل في المية تاعت وفي القاعة تاعت بصوا المية بتاعتي بدأت إيه تنضف آآ فدي كانت المرة القبل الأخيرة بس شان دي ما قلت لك كيش ما طولش عليكم آآ قفلت بقى الفيديو لحد هنا وهاختلة كمان مرة آآ هنا بقى بخسل الشبت بعد إما غسلت القدرة بتاعتي كويس قوي هبدأ أخسل الشبت بنفس الطريقة هقطف كده الشبت آآ برضو من العروق التخينة مش عادة العروق التخينة خالص وهاخد الأخدر بس الأصفر ده هستغنى عنه تماما زي ما انت شايفين كده في الفيديو خدت كل الأخدر ها وبستغنى عن الأصفر ده خالص وبخسله بنفس الطريقة برضو بس شان ما طولش عليكم صرعت الفيديو وده كان شكل الخدر بتاعتنا بعد إما تغسلت هسيبها بقى كده على جنب في المصفى لحد ما تصفي تماما وتنشف أكننا بنشف أقولوا معي ملوخية نفس الطريقة بالزبط هحطها كده على المصف وصيبها بقى إيه براحتها عشان كده دي أول حالة أنا قدت بيها بعدين هجيب بقى الليفت عندي جايب بقى شوية ليفت كده على شوية بنجر عشان نعمل بقى أحلى مثل الليفت ممكن تكلف حياتكو أنا ده 3 كيلو من الليفت جبت عليهم كده بنجرتين كوبورزا زي ما انتم شايفين كده وهبدأ بقى أجيب الليفت بتاعي أشيل منه بقى إيه الهي الورق اللي بيبقى فوق ده بس أنا بحبي بقى الجدور بتاعته دي أو يبدي قطعامه حلو أو في المخلل فبس سيب الجدور بس اللي هي اللي تبقى تحت شايفين انتم الخضرة اللي تبقى تحت دي بس سيبها في الليفت لكن الورق اللي فوق ده كله بقصه زي ما انتم شايفين كده في الفيديو طبعا بقى أنا مصرع الفيديو علشان برضو الوقت يعني الفيديو ما يطولش قوي لو أنت بقى مكملة معي لحد هنا انزلي بسرعة في التعليقات اكتبيه ما شاء الله وصلي على النبي اللهم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابيه أجمعين واللايك بتاعك بقى الحلو استكل علشان أعرف أن أنت متابعيني ولو لسه بقى طبعا مشتركتش في القناة بقى اجري بسرعة اشترك في القناة هنا بقى أنا عندي فرشة كده مخصصها للقدار بقى بطاطس بطاطا الحاجات دي فجبت بقى الفرشة بتاعتي وقلت أن أنا أدعك كويس قوي الليفت بتاعي بتاحت بقى مية جرية كده وأدعك الليفت بتاعي كويس قوي 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 بحيث بقى ما بقاش فيه رملة ولا فيه تينا وبصوا بقى اللي هي الجدور بتاعت الورق دي برضو بنزل فيها المية علشان ممكن سعب بيكون جواها تينا ورملة فبقسله كويس قوي بالفرشة وبصوا بيضعكوا كويس قوي وبعدين بقى بالسكينة هبدأ بقى أشيل الحتة اللي بقى فيها ايه زي شعر كده دي بستغنى عنها تماما زي ما انت شايفين كده هي البنجرية بتاعتي بقت نجيفة وايه حلوة حلاوة يا ولاد والله العظيم صلوا على النبي بقى صلوا على النبي كده وانتوا بتتفرجوا وزيدوا النبي صلاة علشان حياتنا تبقى ايه كده جميلة ويبقى عننا الشر وايه مكروه يا رب العالمين بصوا بقى هنا هو بدأت ان انا برضو ايه انا بوريكوا يعني انا كده مبطأ الفيديو شوية علشان اوريكوا ازاي باخصل الليفت بتاعي بالفرشة وبضع الليفتاية كويس قوي من كل النواحي حتى الجدور اللي انا سيباها دي برضو باخصلها كويس قوي بالمية وبعدين بالسكينة بقى ببدأ داير ما يدور كده اشيل بقى ايه اللي هو الشعر اللي بيقى طالع في من تحت ده كده في الليفتاية من تحت كده واشيله خالص طبعا بقى ايه اه الحاجات دي بتنفعنا قوي بقى اه وقت بقى الصيوم انا بقى بالنسبة لي رمضان بقى بحب اصحى كده ايه على الظهر كده اه اصلي بقى اه الصبح و اصلي الظهر الفجر بنصليه طبعا اول ما بعد الصحور بنصلي الفجر و بنصلي الصبح والنام اصحى بقى الظهرية كده اصلي الظهر واقرأ بقى شوية كرؤون كده واجي بقى بعد العصر اصلي العصر واخش بقى المطبخ المخلل بتاعي موجود ما نزلش اجيب مخلل ولا جيب حاجة وبقى الاكل بتاعي كده اعمله بسرعة الحاجات بقى اللي احنا انفرزنا في الفريزر دي ناخد منها بيبقى الموضوع سهل بقى وبوسيط خصة بقى لو عندك اطفال او شغالة ترجع من الشغل يعيني بقى اطفال درجة محتاسة تاكلوا ايه يقول لكم مش عارفين لا خلي كده شوية حاجات كده عندك في الفريزر تنفعك بقى وقت ما انت مش عارفة تعملي ايه كده ينفعوك بصوا بقى هنا كمان خلاص بقى غسلت بقى الليفتي كله هجيب بقى الجزر بتاعي ده كده كيلو من الجزر هخسله بقى كويس قوي وقشره وهقول لكم هنعمل ايه بس انا كنت بوريكم الاول بخسله ازاي طبعا انا خسلتوا الاول كده بالقشر بتاعه وبعدين هبدأ بقى ان انا اخد واحدة واحدة كده اقشرها واشيل الراس واشيل الحتة اللي تحت دي واشطف واحدة واحدة كده واسيبهم بقى على جنب اول حاجة بقى هبدأ بيها ان انا قطع الجزر بتاعي انا عندي القطع المشنشرة دي عادي اه عندك استخدميها مش عندك استخدمي السكينة العادية يعني ما توقفيش نفسك على حاجة اللي عندك اشتغلي بي وطبعا علشان التصوير انا وقفة لكن انت بقى لو عندك كمية كبيرة زي دي كده واكتر كمان بقى في ناس بتاعي من ما شاء الله بالخمسة كيلو والعشرة كيلو لو عندك بقى كمية كبيرة بقى كده شغالي بقى الفيلم بتاعك الحلو للمسلسل بتاعك جيت توركي الجميل وعودي بقى كده قدومي التلفزيون ومليك كوباية شاي بقى كده وعودي بقى على مزاج كده قطعي في الحاجة بتاعتك على مزاج واستمتعي كده وانت بتعملي المخلل بتاعك والله الحاجات دي بيبقى ليها كده روح تاني وبيبقى ليها كده فرحة تانية ان انت ايه كده بتعملي حاجتك بيدك وبالذات اللي هي الحاجة اللي هي تبقى بتاعت رمضان بيبقى ليها كده فرحة كده تانية بنقى فرحانين بقى ان احنا رمضان دخل علينا وبنستنى من السنة للسنة ويعني كل سنة وانتو طيبين والله العظيم يا ولاية كل سنة وانتو طيبين يا حبايب قلبي وربنا يبلغنا رمضان كده واحنا كلنا بصحة وعافية وسلامة وفرحانين بولدنا وبيتنا وديما كده بركة عامة في بيوتنا كلنا ويعني سعادة كده والعائلة كلها فرحانة والاطفال فرحانين يا رب العالمين وطبعا بقى بمناسبة بقى ان احنا بنتكلم على فرحة رمضان ويعني الروحانيات دي ننعي بقى لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم يا رب ويجع الرمضان نصرا عليهم يا رب العالمين زي ما احنا انتصرنا عليهم في رمضان برضو في 73 يا رب يا رب يا رب يا رب انصر اهلنا في فلسطين يا رب العالمين انصرهم يا رب العالمين في رمضان ويبقى رمضان كده رمضان الهنى والسعد عليهم يا رب العالمين ويعني حتى لو ما انتصروش يعني يا رب يبقى رمضان خف عليهم كده ويبقى يعني يبقى برضو سعيدة عليهم يا رب العالمين ده اللي انا اقدر اقوله ويعني الواحد مش في دي حاجة غير انه هو يقطع المنتجات اللي هي بتساعدهم وانه هو يدعي لهم والله لو في دينا حاجة اكثر من كده نعملها بصوا بقى نرجع لما ارجعنا نجيب بقى ايه حلة كده فيها اه مية وتكون بتغلي يعني نسيبها تغلي وبعدين ننزل بقى بالجزر بتاعنا اول ما المية بتاعتنا تغلي غلوة كده نشيل بقى الغزر بتاعنا من المية ونحطه تحت مية سقعة علشان نوقف من عماية السوا بتاعته ونجيب بقى الفلفل بتاعنا كده نجيب تلات قرون من الفلفل اللي هو الهلبينو اللي حراء الدخين ده اصطعته كده يعني حتة كبيرة كده علشان نجيدينا بقى طعم اللي هو ايه اللي سبيسي الحلو ده من نحط الشطة ولا نحط حاجة هو ده هيددينا بصه طعم خطير وهجيب بقى الليفت بتاعي هبدأ بقى قطعه برضو زي منو شايفين كده قطع كبيرة شوية علشان بقى انا عايزة يقعد بقى الى رمضان فلو قطعتي حتة صغيرين هيتهري منك لكن قطعيه كده حتة كبيرة هيقعد معاك لحد رمضان ان شاء الله لكن لو قطعتيه صغير هيتهري منك وطبعا بقى لو لقيت كده واحدة مخوقة من النص يستغني عنها تماما ودلوقتي هتشوفوا برضو انا لقيت واحدة مخوقة كده باستغني عنها هوليكو ازاي بصوه بصو دي اهي بصو تضغطوا عليها كده تلاقيها مخوقة من النص وفاضية كده دي خلاص كده استغنوا عنها هتغضوا بس ايه اللي حواليها اللي هو الجامد والمخوقة ده بصوه استغنوا عنه تماما بس يا ولاد والله العظيم اه انتو كلكو اخواتي انا ما عندش اخوات بنات فانا بعتبركم كلكو اخواتي كل المشاهدين بتوعي البنات اخواتي 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 فانا اه بحبكو جدا وبتمنلكو الخير يا رب العالمين وبتمنلكو ان انتو تتبقوا كلكو في احسن حال ولو انا بصور حيجة او كده فعشان كلنا نستفيد من بعض على فكرة برضو انا زيكو انا بتفرج برضو بتابع ناس وبتفرج برضو على فيديوهات بتاعتناس تانين واكيد باستفاد منهم برضو فدايما يا رب يجعلنا كلنا بنستفيد ونفيد ونفيد بعض يعني انا باستفيد من حد زي ما انا برضو بفيد حد اكيد فيا ربنا دايما يخلينا ان احنا افادة افادة لغيرنا مش ان احنا نضايق حد او ان احنا نزعل حد مننا او ان احنا نضر حد غيرنا يا رب يجعلنا دايما مفيدين مش مضرين يا رب العالمين فربنا كده يعني يجعل كل الامة العربية والامة المسلمة يا رب بخير يا رب ويبلغنا كلنا رمضان واحنا كلنا بخير وبسعادة يا رب العالمين هنا بقى البنجر بتاعي او الشمندر زي ما اخوتنا العرب بيقولوا في الخديج بقى بيقولوا شمندر على البنجر فده بنجر او شمندر على حسب بقى انتم بتشوفه بتسموه ايه كتبولي في تعليقات انتم بتسموه ايه عندكم في البلدكو يعني هبدأ بقى اننا نقطعه بس بقى ايه هنقطعه واق قطع صغيرة شوية علشان ده بيكون نشف شوية عن اللفت برضو الجزر خلي بالكو احنا اه غالي الدنيا له غالوة علشان يبقى نفس القوام من اللفت علشان لما اللفت يستوي ويبقى مخلل كده برضو الجزر يبقى نفس القوام بتاعه مايبقاش الجزرية بتقطم كده وجمدة على السنين والليفت دايب خالص ولا البنجرية البنجر بس هو الوحيد اللي هيفضل قوامه كويس لان هو اصلا يعني سميك تعالوا بقى ننكس في الخطوة دي بزبق اخواتنا ايه اللي هما اول مرة يعملوا مخلل ربكزي بقى عينيه في الخطوة دي انا دلوقتي مش عارفة احط قد ايه ملح وخايفة الملح بتاعي يبقى حرق قوي يبقى حادق قوي قصد قصد يعني اقصد او دلع خالص فعشان بقى نختبر بموضوع الملح ده نعمل ايه هنجيب بيدانية خالص مش مستوية بس يخسليها كده يعني عشان ايه ما تنزلش بقى حاجة مش لطيفة يعني تبقى نظيفة اهم حاجة وهنجيب لتر من المية عائري لتر من المية وخطيه في حاجة شففة كده عشان تشوفي البضاية وحطي الاول تلات اربع معالق من الملح انا حطيت بصوا اول حاجة اربع معالق ممسوحين كده من الملح وهبدأ اقلب الملح ده في المية كويس قوي لحد ما الملح يدوب تماما في المية مش عايزة يكون المية فيها اي زرط ملح بينه يبقى الملح كله دايف في المية وعلى فكرة دي مية من الحنفية عادية جدا وبردة يعني مش مستقنة ولا اي حاجة وهقلب الملح كويس قوي لحد ما الملح يدوب زي ما انتم شايفين كده وبعدين هنزل البضاية فيها البضاية لو طلعت في المية يبقى الملح التاك يعني ايه كويس هتفهموا دلوقتي اهو انا بصوا قلتلكوا هو الملح ده بخالص مفيش ملح في المية هنزل البيضة بصوا البيضة فين البيضة نزلت تحت هي بصوا البيضة نزلت تحت هي معنى كده ان المية بتاعتي مش ملحة فهرجع بقى ازود ملح فالاول احنا حطينا اربع معالق من الملح هرجع ازود تلات معالق من الملح يبقوا سبع معالق وزي ما قلتلك كده انا حطيت كله معالقة ممسوحة فا اه يعني خلي بالك وانت بتعيري يا اما تعيري بمعالقة معيارية يبقى المعلقة بتاعتك يبقى مليانة او ممسوحة يعني ما ينفعش تحطي معلقة كده ومعلقة كده لا عايري المعلقة تكون مزبوط فانا حطيت كله ممسوحة كده عشان تبقى ايه المعيار بتاعي مزبوط بصوا هنا بعد ما حطيت ثلاث معلق كمان هرجع احط البيضة تاني وهنبص بقى نشوف البيضة اه لو فضلت تحت كده يبقى المية لسه دلعة مش ملح او عزبة زي ما انتوا بتقولوا بقى شوفوا انتوا بتقولوا ايه يعني عزبة او ملحة فاهميني ازاي فالبيضة فضلت تحت يبقى لسه الملح بتاعي مش مزبوط هرجع زود ثلاثة كمان يبقى انا كده حطيت عشر معالق من الملح وكلهم معالق ممسوحة معلقة كبيرة ممسوحة طبعا انت تعملي نفس الاختبار كده اه لو انت زي حالتي كده مش من موضوع بقى ان انا دوء او كده عشان نعمل نخلي المزبور اه تخطي بقى انا بصتي بعد ما أحطيت Hund اه حطيت بقى كده عشر معلق من الملح بصي البيضة طلعت على وش المية يبقى كده المية بتاعتي ملحة ملحة لازم البيضة تبقى نازلة شوية بحيث ان هي المية تبقى مغطيها حاجة بسيطة لكن ما توصلش ان هي تبقى قبة كده على المية لأ قبت كده على المية يبقى المية بتاعتي ملحة فانا محتاجة ان انا نقص شوية من الملح فهعمل ايه بقى انا كده عايرت اه زي ما قلت لكم عشر معلق من الملح بصو زي ما بلقوا كده بصو بتدوس كده عليها المفروض البيضة تبقى تحت شوية فالملح كده بتاعي اكتر شوية يعني ممكن يكون اكتر معلقة معلقة ملح يعني مفروض كده انا نحط على اللتر تسع معلق او مثلا تمانية ونص اه معلقة من الملح فانا اه غالية مية وسيبقى تبرد وغالية المية في اللبانة بتاعتي عشان عندي اللبانة فيها اه يعني ترقيم فاهمين اه معمول فيها يعني باللتر فاتوا اي حاجة عندكم برضو كده فيها لتر او حتى اغلوا مية في حلة وصيبوها تبرد تماما ولو عندك بقى شفشأ او اي حاجة اه لها معيار يعني مترقمة عايري بقى عليها انا زي ما قلت لكم كده جايبة البرطمون ده اشتريته جديدة عشان نعمل فيلم يخلل وعقمته ببخار مية وغسلته طبعا قبل ما عقمه وعقمته بالبخار بتاع المية واجبت بقى المية زي ما قلت لكم كده كدت غليها وكدت سايبها تبرد حلو المية اللي عندي حوالي لتر ونص هجيب دلوقتي المية هورها لكم دي المية اللي انا كدت غليتها وصايبها تبرد المية دي حوالي لتر يعني هي هي مفروض مترقمة لتر ونص بس هي المية نزلة شوية عن النص حطيت عليهم تمن معالق من الملح اهو بسو المفروض اللتر الواحد تمانية حطيت الاول تمن معالق وبعد كده هرجع حط عليه اربع معالق يبقى لتر ونص حطيت الاول تمن معالق اللي هو اللتر وبعدين حطيت اربع معالق اللي هو النص لتر يبقى الملح بتاعي كده مزبوط فهمني لحد هنا سمعيكي وانتي بتقولي فهمة يا رب تكوني فهمتي يعني ايه المعلومة تكون وسلتلكو وكلكو حلو طبعا انا بتكلم بالتفصيل الممل وبشرح براها علشان في حبيبي اللي هم لسه اول مرة يعملوا مخلل ما عندهم مش حد يساعدهم ما عندهم مش حد يقول لهم معلومة زي دي فبيستفادوا لكن لو انتي عارفة المعلومات دي اجري الفيديو اه بس اه اه جبت بقى اه على كل لتر معلقة كبيرة من الخل فحطيت معلقة كبيرة ونص معلقة من الخل وهسيب الكلام ده كده على جنب واجيب بقى البرطنان بتاعي وهجيب بقى البنجر احط شوية كده من البنجر تحت ارسهم وبعدين شوية من اللفت وعليهم شوية من الفلفل وعليهم شوية من الجزر وابدأ اعمل الترتيب ده كده فوق بعضه وضغط علشان اللفت بعد ما بيقعد بيتبل وبيخس فانتي املي البرطنان وكبسيه على قد ما تقدري وبعدين هجيب شوية حمص مخصولين بس يا بنات ولا ولا اه منقعين ولا مغليين هو مخصول بس وهحطوه حد هيقولي طب ايه لازمة الحمص ده يا علا هقول لكم لازمة الحمص ده ان هو يعني بيشرب اي خضقية زيادة يعني انت لو عندك الملح زيادة الخل زيادة هيشرب بقى الكلام ده هيخلي المخلل بتاعك المنقوع بتاعك بتاع المخلل مزبوط وعشرة على عشرة بالشعرة يعني لو حسة او خايفة ان الملح بتاعك يبقى زيادة او الخل بتاعك يبقى زيادة الحمص ده هيشرب الكلام ده كله وحطيت شوية من هريسة الشطة اللي ماما كنت عاملها لي رب نيخليها اه الفيديو بتاع الهريسة موجود برضو عندي في القناة لو عايزين تعرفوا طريقته هترجعوا لي هتلاقوه موجود وبدأت بقى ان انا نقفل مليت طبعا بقى البرتمان بتاعي كله وقفلت بقى كويس قوي البرتمان ورجته كده رجتين خلاص كده هسيبه بقى على جنب اي بصوا بقى شهر او مسلا اقل من شهر ونفتح عليه ان شاء الله بس انا عامل حسابين ده هفتحه على رمضان او قبل رمضان مسلا باسبوع ولا حاجة هنا بقى كان عندي شوية فراولة كاكد غيباهم ده كيلو فراولة هخسله بقى غسلة حلوة كده وكل الغسيل بتاع الخضار بالزيت او الفكهة بخسله بنفس الطريقة الاول بنقعه في مياه بخل وبعدين بخسله بقى كده كم غسلة كده حلوين وبعدين بخسله بقى على المياه كده الجارية واخضوه على مصفى يصفي براحته ما بقضوش وهو مبلول كده واعمل بيه حاجة لأ بعد ما غسلته غسل كويس احطه على مصفى واسيبه يصفي وبعدين بقى هاسيبها بقى على جنب تصفي يا بنات زي ما قلتلكو كده هجيب بقى هنا عايزين بقى نعمل بقى عصير كده آآ آآ برتقان مركز بقى كده وآآ نشيله بقى نستخدمه في رمضان. انا بعمل الطريقة دي كل سنة وتطلع بصراحة جبارة. ما بتاخدش وقت خالص مني. هنعمل ايه بقى? هنجيب انا عندي تقريبا اتنين كيلو من آآ برتقان. بس احنا اخدنا منه كيه كان برتقانة فيعني يقوله مسلا اتنين كيلو الا. استخدمت عليه كيلو من الجزر. الجزر قطعته زي ما انا شايفينه كده آآ ترنشاط. وحطيته في شوية مية. وطبعا المية دي مغلية. وسبته على النار مع شوية تسكر. واسيبه بقى يغلي انا عايزة الجزر يتهري. وهنا البرتقان بشرته بحيس ان انا عايزة طبقة اللي هي الخارجية اللي هي البرتقاني دي. بشرته بشري كده الرفيع خالص نعم. وايه هاخد بقى البشري ده احطه في كيس عندي واخطه في الفريدر. يقعب معي بقى يا بنات من السنة للسنة. يعني ده ممكن يقعب معي لحد رمضان اللي جاي او بعد رمضان اللي جاي كمان. كيكة بقى تعملي كيكة بالبرتقان. تعملي آآ آآ بسكوت بالبرتقان. بص اي حاجة بالبرتقان. هيبقى خاطير معيك. اهم حاجة بس كده ايه? افريديه كده علشان ما ياخدش معاك مكان. وعلشان لما تيغد حبي تاخدي منه حتة تكسري كده حتة. وما ياخدش بقى منك مكان في الفريزر. وطلعي منه الهوى تماما. وشيليه بقى كده في الفريزر هيقعب معاكو بالزبط. يعني هيقعب معاكو ممكن يقعب معاكو سنتين. متقلقش منه خالص. والبرتقان بقى اللي عندي اهو بعد ما اخدت منه كل القشرة الخارجية دي هبدأ بقى الاول ان انا اقطع بقى الحتة اللي فوق دي. وبعدين بالطول كده اعمل فيه كده اطعات. وقشره بقى بالطريقة دي. دي احسن طريقة اتقشري بيها البرتقان من غير ما يسبلك اللي هي الطبقة البيضة. ليه بقى احنا عايزين الطبقة البيضة دي نستغنى عنها تماما. لان الطبقة البيضة دي هي اللي بتعمل المرارة. فاحنا مش عايزينها خالص. تعرفي اتقشريه بطريقة تانية. ويكون كده من غير الطبقة البيضة دي اشريه. لكن انا جرب يعني كالطريقة ان انا اقشر بيها البرتقان. بحيث ان هو يطلع بالمنظر ده كده من غير الطبقة البيضة دي. ما معرفتش. لو انت تعرفي طريقة تانية اعمليه. اعمل كده كم واحدة معيكو دلوقتي. علشان آآ يعني ايه آآ برضو لو انت اول مرة تعرفي الطريقة تبقي عرفتيها. هو الاول بشيل الجزء اللي هو اللي فوق وبعدين بعمل اطاعات كده بالطول. حوال دي الميدور كده البرتقانة كلها. وبعدين ببدأ ان انا شيل آآ من فوق كده الاشرة كاملة. وتطلع معيكو بمنتهى سهولة. بس كده كده كحتي حرف الاشرة من فوق وبعدين كده تشديها هتلاقيها تطلع معيكو بمنتهى سهولة. اه حتى باديكي. يعني الطريقة اللي انت متعودة عليها عمليها. بس اهم حاجة تكون البرتقانة من غير اللي هو الكفر الابيض اللي ببقى حوالين البرتقانة من بردة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقى اي خطوة انت في الفيديو عارفيها مش هلزمك خالص انت تفرج عليها. جري. والحد ما توصلي للمرحلة اللي بعد كده. لكن لو يحبتي انت اول مرة يعني تعرفي الطريقة خليكي ماشي معي واحدة واحدة. انا عاملة الفيديو بالتفصيل بالغسيل بكل حاجة علشان البنات المبتدئين اللي هم لسه اول مرة يعملوا آآ يعني حاجة زي كده في البيت. لكن لو انت عارفة الطريقة يا حايفتي جري الفيديو. ويوصلي للمرحلة اللي بعد كده او الحاجة اللي نقصوكي او الحاجة اللي انت عاستفادي منها. بس كده لو انت بقى اول مرة مسلا انت عارفي معلومة جديدة او انا فتك باي حاجة ادعيلي بالله عليكي. ربنا آآ يعني كريمك. وانا مش عايزة منكو اي حاجة غير دعوتكو تكفيني. واللايك بتاعكو بقى والكومنت. عشان الكومنت بتاعكو ده هو اللي بيعرفني مين بيتابعني من مين مش بيتابعني. ومين مستمرة معايا في فيجهاتي ومتابعني اول باول ومين لأ. وانا طبعا بهتم بكل حاجة. ولو حد عنده نصيحة ليا. يكتبها لي برضو في الكومنت. وانا بخب بالنصيح كلها. وبخب بالكومنتات كلها خلي بالكم. وبرد على كل الكومنتات. فاآ كومنتك ده بيفرق معي قوي. وتعليق ده بيفرق معي قوي. وآآ يعني بيشجعني جدا. فاللايك بتاعكو والمشاركة بتاعتكو للفيديو. وآآ المشاركة بتاعتكو بتفرق معي جامد قوي. وبتشجعني قوي على الاستمرار. وانا انا اعمل لكو افقاد جديدة وحاجات جديدة. فخليكو دايما كده معي عشان انتو بجد آآ يعني اللي بتقووني على الموضوع ده. بصوا بقى هنا بعد ما اشرت كمية البرتقان كله. هبدأ بقى ان انا افتح البرتقانة بتاعتي من جوة. هتلاقي فيها عنقود كده طويل لونه ابيض وكورة من تحت كده. اللي هي الجزع بتاع معاش يعني اسمها ايه بصراحة بس هي القلب بتاع البرتقانة من جوة. صحي كده? القلب بتاع البرتقانة من جوة. هو ده بقى. لازم برضو نستغنع عنه تماما. وقطعي بقى البرتقان بتاعي القطع صغيرة علشان يبقى سهل في الدرب في الخلاط. عشان هندربه في الخلاط. فعايزين القطع صغيرة كده ما بوصل الخلاط بتاعنا. طبعا بقى زي ما بقول لكم كده انا عشان واقفة في المطبخ علشان انا بصور. لكن انت بقى آآ يعني على اقل من مهلك بقى عودي كده قدام التلفزيون قتيب مثلا فيلم انت بتحبيه مسلسل شغلي القرآن وعودي بقى كده على مهلك بقى كده. آآ اعملي الحاجة يعني على مهلك. آآ خلصي حكتك كده براها على اقل من مهلك. يعني اهم حاجة صحتك. واهم حاجة آآ يعني آآ نفسك. بصوا بقى هنا بعد مسلاة ان اتجزر. وزي ما قلت لكم كده كنت حطاها في شوية مية وشوية سكر. آآ بصوا سبته حد ما اتهرى خالص. علشان برضو ما يباوص الخلاط بتاعنا. في المرحلة بقى دي لو انت عندك هند بلندر اللي هو اللي استلس اضربيهم. معنى الكيش باش زي حالتي كده غير الخلاط استني لحد ما يبرد. عشان الخلاط بتاعك ما يبص. هنا بعد ما برد تماما خدت بقى شوية جزر على شوية من المية بتاعته دي. وشوية من البرتقام بتاعنا وهبدأ بقى ان انا اضربه. زي ما انتو شايفين كده اهو. آآ اهو الدرب بمنتهى السهولة خالص. ويعني ما خدش مني وقت خالص. ده بقى عايز اقول لكم ان هو عصير برطقام مركز. صلعيه بقى من التلاجة من الفريزر عفوا. آآ حطيه في الخلاط بتاعك. وتحطي عليه شوية مية صغيرين. او حتى من غير خلاط. يعني سبيه فك. في شفشق او اه او ازا عندك. وآآ حطي عليه شوية مية. زودي مية صغيرين. وشوية سكر. واشربوه. مش عايزين عليه سكر. هو اصلا مسكر والله. لان احنا اصلا مستخدمين آآ برطقام بسرة. فهو اصلا مسكر. لكن لو استخدمتي برطقام بلدي هيبقى محتاج بقى سكر. فعشان كده لما بحب بفرز البرطقام بحب يفرزه اللي هو البرطقام اللي هو اللي بسرة بتاعنا ده اللي هو المسكر. آآ علشان ما ياخدش سكر كتير. لكن البرطقام البلدي بحب يجيبه اعصره اول باول كده وهو طازة. علشان لو قاعد في التلاجة في الفريزر كتير بيمرر وبيقى مفوز سكر خالط. بيحتاج سكر كتير قوي. لكن اللي بسرة ده بيقى اصلا هو مسكر. والجزر اصلا بيقى مسكر واحنا حطينا عليه كان بقى معلقة آآ معلقة سكر فمسكر خالص. بصوا بقى بعد ما يدركت كله في الخلاط كل الكمية اللي عندي آآ بدأت بقى ان انا اصفي كويس قوي. طبعا بقى عشان التصوير بصفي بالكبشة. انت بقى بايدي كاست الكل واعصري لحد اخر النفس. بصي متخليش في التفل غير تفل. ماشي? واعصره كويس قوي. صفوه قوي. وخلو زي ما بقول لكم كده التفل بس. وبداي بقى قتي بقى كسة التلاجة بتاعتك كده احطيها في كوباية زي ما انا بعمل. آآ عايري بقى المعيار اللي انت عايزة. كوباية كبيرة كوباية صغيرة. انا تقريبا دي هتبقى على قدنا. يعني ده هيعمل لي آآ ازا كده مسلا الليتر. هطلها احط تقريبا كوبايتين. هحط عليهم كبان كوبايتين من المية او كوباية مية. وشوية تسكر على حسب الرغبة وخلاص على كده. بصوا بقى اهم حاجة اطلعوا منه الهوا. وفردوه بقى كده علشان ما ياخدش منك مكان في الفريزر. بصوا خلصت بقى كل الكمية بنفس النظام ده. اتفضل بقى في الاخر كده طبعا بقى حمودي ما كانش ساكت بقى ازاي يصبر لحد ما نحط لأ عايز كوباية موما فعملت له بصراحة كوباية ليه هو. وهعمل بقى كوباية ليه والجوزي برضو وهوريكو بقى آآ عملت ايه? خليكي كام معي ما تسرحيش مني ركزي معي. صلوه على النبي بقى في التعليقات يا ولاد. بصوا بقى تفضل اخر حابة اعطوا لايه احطهم. لأ خلاص بصوا بعد ما كنت هعبيهم قلت لأ خلاص نعمل بيهم بقى شوية عصير لنا كده دلوقتي نشربهم. بصوا بقى هنحط الورطقان بتاعنا بصوا مركز ازاي? حلو جدا. عمودي بقى بصوا مش مريح نفسه. وهبدأ بقى هحط عليهم يعني ده تقريبا آآ كوباية من الميا. هحط عليه كوباية من الميا. واحنا بقى مش بنحبه يبقى مسكر قوي. فمش هحط سكر ولا اي حاجة. هنشربه كده. بصوا بصوا. خطير. ده بقى في الصيف بقى يعيش شوية تلم. وبصوا من غير سكر ولا من غير اي حاجة. حبابي بقى اللي هم بيعملوا ضايت. ده بقى خطير. جنب الفطر بتاعي كده رهيب. والفراولة بتاعتي بقى بعد ما آآ اتصفت خالص وما بقاش فيها ولا نقطة مية. هبدأ بقى ان انا اجيب السكينة. اشيل بقى شايفين بقى الحتة اللي هي البيضة اللي فوق دي. اشيلها بقى خالص كده. اللي هي الحتة الخضر اللي فوق دي. اشيلها وزي ما هيك سليمة. هحطوها بقى في علبة في كيس تلاجة. وعليها كده رشة من السكر. واشيلها في الفريزر. ما فيش اسهل مينتي. تيجي بقى تطلعيها. تحط عليها السكر اللي انت عايزية. بس تتالي بقى انت حط اصلا شوية سكر فيها. وآآ شوية مية وتضربها في الخل. هنا بقى الخضرة بتاعتي. آآ سبتها برضو لما نشفت خالص بالصول نشفت خالص وبقى اتهشة خالص ازاي? زي الملوخية بالزبط. هبدأ بقى اجيبهم بقى كده. آآ اقطعها ناعم خالص. لكنك هتعملي محشي دلوقتي حيلا. تقطعيها ناعم خالص. وبعد ما تقطعها ناعم خالص بقى تجي بيك يا طبق. وتخطي بقى الخضرة بتاعتي كلها فيها. وبعدين تقليبيهم كلهم كويس قوي علشان لما تيجي بقى تخطيهم في الكيس طاقة التلاجة. يبقى ايه الكيس بتاعك يبقى ايه منوع كده? شابت على آآ كزبرة على بقدونس. انا بقى عملتهم على كيسين من التلاجة. زي ما انتم شايفين كده خلصت كل الكيمية تقطيع. وهجيب بقى كيس بتاعتي. بس طبعا قلبها بقى كويس. زي ما انتم شايفين كده. علشان آآ يبقى الكيس بتاعي فيه من كل حاجة. واهم حاجة بقى في الكياس ان انت طلعوا منها الهواء تماما. يعني مش عايزين يبقى فيها هوا خالص. بصوا اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو. حطيت بقى على المجموع كلها اللي عندي على كيسين. وهبدأ بقى ان انا اطلع الهواء من الكيس كويس قوي وبططه كده علشان برضو ما يخطي مكان في الفريزر. بصوا اهو. كله بنفس الطريقة. وشي لهم بقى في الفريزر. وده كان بقى شكل الفيديو بتاعنا ودي تفريزات اللي احنا عملناها النهاردة. لو عجبكم الفيديو بقى انا بشكركم جدا ان انتم كمينتوا معي لحد هنا. وضمتم في حفز الله وفي سلام الله. وكل سنة وانتم طيبين. وربنا يبلغكم رمضان. سالمين امنين. معافلين يا رب العالمين. سلام عليكم. ترجمة نانسي قنقر